السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لا شمات إذن بن موسى في مأزق حقيقي فلا يجد هذا المسكين نفسه صعد من حفرة حتى يجد نفسه في حفرة أو في مأزق أكبر منه بن موسى في مأزق وهذه المرة جاء الدور على نقابات التعليم التي قررت أن تقاطع اجتماع وزارة التربية والتعليم الذي دعا إليه بن موسى ليحل مشكلة الإضرابات المتواصل الأسبوع السابع على التوالي لأسرة التعليم إذن قبل أن أخذ في التفاصيل أمرش منكم أن تقوموا بدعم هذه القناة التي تدعم الأساتذة والمدرسة العمومية وتساهم في نشر الوعي حول هذه القضية وكيف سوف تدعموننا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة إذن فقد ذكرت مصادر مطلعة أن ثلاث من النقابات التعليمية التي تم استدعاؤها لعقد اجتماعين مع وزارة التربية الوطنية يومه الاثنين نوان بير الجاري قررت مقاطعة هذا الاجتماع والأكثر من ذلك حيث قررت أن تخوض إضرابات أخرى بعد أن كانت تقاطع هذه الإضرابات ويتعلق الأمر حسب نفس المصدر بالنقابة الوطنية للتربية والتعليم والمنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل وهكذا قررت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي لشغل مقاطعة اجتماع وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة والمرتقى بعقده يومه الاثنين بمقر الوزارة بعد أن تلقت في وقت سابق دعوة من طرف الكاتب العام للوزارة للحضور إلى الاجتماع المذكور إذن هذا الاجتماع هو تعتبره النقابة بمثابة ضر للرماد في العيون وأنه لن تأتي أي نتيجة منه الشكل هو الشكل الحوارات الماراتونية التي قامت بها الوزارة والتي تمخذ عنها مولود مشوه وهو النظام الأساسي البائيس الذي يحاربه جميع أساتذة التعليم ورفضه المجتمع المغربي من أذاء وأولياء الأمور اجتماع وزارة التربية الوطنية الذي يأتي في سياق التفاعلات التي يعرفها قطاع التعليم جراء الاحتقان والتوتر الناتج عن عجز الحكومة في إيجاد حلول ملموسة للعديد من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع وفي مقدمتها إشكالية النظام الأساسي واعتبرته الجامعة الوطنية للتعليم هروبا إلى الأمام وطنصلا من المسؤولية المفروضة توفرها لدى الأطراف هذا إضافة إلى ضغط أولياء الأباء وأولياء الأمور والذي سوف نأتي إلى ذكره بعد لحظات وقد استغربت النقابات التعليمية لطبيعة الدعوة التي تلقتها من طرف الوزارة التربية ولتوقيتها وخلوها من جدول أعمال ولا هدف محدد ولعيوب تشوبها من حيث الشكل والجوار واستحضر اللقاءين السابقين الأول مع رئيس الحكومة والتاني مع وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات مطالبة بالإسرع بتشكيل اللجنة الوزارية التي تضم كل الوزارات المعنية تحت إشراف رئيس الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج تعيد الاعتبار لكل العاملين بقطاع التعليم وتعيد الاعتبار للمدرسة العمومية وتوقف نزيفة هذر الزمن التربوي وجددت النقابات إيمانها بفضيلة الحوار الاجتماعي كأرضية توافقية لحل كل المشاكل العالقة وفي مقدمتها إسقاط النظام الأساسي الذي لم يراعي أي مقارب للتشارك بين الوزارة والفورقة الاجتماعيين محملة كاملة مسؤولية للوزارة الوصية ومعها الحكومة فيما آلت إليه الأوضاء التي تهدد أبناء الشعب المغربي بسنة بيضاء ونأتي الآن إلى جمعية أباء وأولياء التلاميذ والذين قرروا أن يقوموا هم الآخرين بصب الزيت على النار وإعلان حرب داروس على وزير ووزارة التربية والتعليم حيث قام آباء وأمهات التلاميذ بتقطير الشمع على وزارة التربية الوطنية وقاموا بالمطالبة بإلغاء العطل البينية رغم أن الأساتذة يعتبرون هذا موقف موقف لا نتيجة له لأنهم سيقومون بالإضراب كذلك في العطلة حتى ان تبنت الوزارة هذه المقاربة فقد خرجت فيدرالية جمعية أباء وأمهات وأولياء التلاميذ ببيان قوي ودعت فيه إلى إلغاء العطل البينية وذلك لتجاوز أضايا الساعات المدرسية بسبب الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم كما طالبت الفيدرالية نفسها رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوقف النزيف الغريب الذي تتعرض له المدرسة العمومية مؤكدة مسؤولية وزارة التربية الوطنية لما يتعرض له التلاميذ من مخاطر بسبب ما سمتهم تسريحهم من الأقسام في حين أن وزارة التربية والتعليم لم تجد بدا من أن تتجه للتعويض الأساتذة المضربين بالمتدربين في مقابل 2000 درهم هذه الحلول الترقيعية البئيسة التي حاول الوزير القيام بها كشفت عنها مصادر صحفية عن مساعي لتعويض الأساتذة المضربين بالطلبة المتدربين وذلك لكسر الإضرابات الحالية بالتعليم العمومي وقالت المصادر ذاتها أنه تم التواصل مع طلبة المدارس العليا للتربية والتكوين حيث أكدت أنها تتعامل مع الطلبة السنة الأخيرة على أساس الخضوع لتكوين سريع لتعويض الأساتذة المضربين مقابل منحة إضافية تقدر ب2000 درهم شهريا رغم أنهم نسوا أن هؤلاء الأساتذة المتدربين هم أساتذة الغد وسوف يرفضون هذا العرض جملة وتفصيلا لأنهم عند نجاحهم سوف يتعرضون لنفس الحيف والظلم الذي يتعرض له الأساتذة الحاليين إن وافقوا على هذه المهزلة وأوردت ذات المصادر أن إقحام المتدربين في سراع الوزارة والحكومة مع الأساتذة يعكس تخبط الوزارة مما جعلها تبادر للبحث عن أي حلول ترقيعية تتناقض مع رهان الجودة التي تغني به وتأخذه شعاراً الوزارة حيث أنها ترفع هذا الشعار من طرف حكومة دائماً جودة تعليم جودة تعليم جودة تعليم ولكن نراها أنها تقوم بهذه الحلول الترقيعية وذلك في تجاهل صريح للخطة الملكية المرتبطة بالتعليم وقال ذات المصدر أن موضي الوزارة في هذه الخطة قد يفتح الصراع مفتوحاً بين المتدربين والأساتذة المضربين وهو ما قد يجعل الأزمة الحالية تتخذ أبعاداً غير قابلة للسيطرة إذ رغم ما تحول الحكومة بدله من شغل لارتقاء بالمدرسة العمومية فإن نزيفة الهجرة نحو التعليم الخصوصي مستمر ويقدر سنوياً بالآلاف في غياب مؤشرات حقيقية قادرة على إعادة التقة للأسرين المغربية في المدرسة العمومية إذ في الموسم الحالي وحده فقط غادر 80 ألف تلميذ مقاعد المدرسة المغربية في اتجاه مدارس خصوصية وكشفت مصادر صحفية وفق معطيات رسمية أفرج عنها شاكيب بن موسى وزير التربية الوطنية أن 80 ألف و 376 تلميذ ينتمون إلى الأسلاك التعليمية الثلاث لابتداء إعداد تانوي غادروا التعليم العمومي في الموسم الدراسي 2022-2023 من بينهم 36 ألف و 532 تلميذ إذن أرقام صادمة وأرقام مهولة تصب في مصلحة المدارس الخاصة وأصحاب الشكارة كما ينادونهم وأغلبيتهم أغلب الوزاراء الموجودين في الحكومة الحالية هم أصحاب مدارس خاصة لهذا نجد أن الوزارة أو الحكومة بصفة عامة لا تريد إيجاد حل قريب لهذه الأزمة لأنهم سوف يستفيدون جملة وتفصيلا من هذه الأزمة ومن هذه الإضرابات المتتالية ومن المرتقب أن يرتفع هذا العدد في الحصيلة التي سيكشف عنها نهاية الموسم الدراسي الحالي بسبب التعتر الحاصل في الأسابيع والأشهر الماضية نتيجة كثرة الإضرابات والتغيوبات خاصة في المستويات الإشهادية والتي يكون فيها الترميد متبوع بالامتحانات في نهاية السنة وأشار الوزير الوصي في جوابه على سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن الهجرة من التعليم العمومي نحو الخصوصي سجلت انخفاضا نسبيا قدر بسبعة عشر في المائة إذن سيدريس أكسوري قال وأوجزاء وأجراء حيث قال كلمة الحق بالفعل هذا هو المعقول فلتصمت الجميع فلتصمت الحكومة فلتصمت النقابات فلتصمت جميع الأصوات التي تنادي والتي تدريد تذمير المدرسة المغربية